قبل ما نتكلم في تفاصيل هذا القرار خلوني أقول جملتين وأنا كنت اتكلمت في هذا الأمر الأسبوع ما طبعاً ظهرت هاشتاجات وبقالها مدة طويلة على السوشيال ميديا إعدام وزير المطالبة بإعدام وزير التربية والتعليم وبعدين بقى فيه هاشتاج تاني إعدام لميس الحديد أنا معرفة الإعدام ده يعني أصبح سهلي جداً على كل الناس ولكن هذا القرار هو قرار لصالح العملية التعليمية ولصالح الطلبة الامتحانات أساسية وضرورية لتقييم أي عملية تعليمية لا يوجد عمليات تعليمية بدون تقييم ومن غير العدل من غير العدالة على الإطلاق إن احنا نوازي ونكافئ ما بين طالب مجتهد وطالب غير مجتهد طالب خد الأجازة بيذاكر وطالب قرر أنه هو يقعد على الكافيهات وفي المولاد طول النهار لا نستطيع أن احنا نكافئ بين الاثنين ولا نستطيع أن نوازي بين الاثنين ونساوي بين الاثنين العملية التعليمية لابد أن يتبعها تقييم والامتحان هو طريقة التقييم الوحيدة الدقيقة الأبحاث دي بتكون في الأيام يعني في أمور أخرى في أيام استثنائية وضعنا ليس استثنائي هذا العام أرقام الكورونا معقولة تاني حاجة إذا الحكومة التي تمكنت من أنها تعقد امتحانات السنوية العامة بنجاح شديد ودون إصابات تستطيع أنها تعقد امتحانات ده امتحان ترمي يا جماعة مش معقولة كل هذا المجهود الرايب اللي على السوشيال ميديا علشان نلغي امتحان ترمي واحد علشان ما نذاكرش لا ده شيء غير منطقي ده امتحان ترمي احنا عملنا امتحان سنوية عامة كامل بألاف ومئات الألاف من الطالبة وقدرنا أن احنا نعمله فكرة أن انت عايز تنجح من غير ما تذاكر أو أن انت عايز ولادك ينجحه من غير ما يذاكره ومن غير تقييمه ومن غير مخاطرة ده مش موجود لا يوجد في عملية تعليمية